لم يفلح سيف الإسلام القذافي في اجتياز أولى عقبات ترشحه لرئاسية الليبية القادمة إذ كان واحداً من بين 25 شخصاً طال ميقص مفوضية الانتخابات ملفاتهم على خلفية ما جاء في ردود النائب العام ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية استناداً إلى مواد القانون رقم واحد لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة لكن المفوضية قبلت في المقابل ملفاً لواء الليبي المتقاعد خليفة حفطر الذي سبق للمدعي العام العسكري طلب إيقاف السير في إجراءات ترشحه رفقة نجل القذافي إلى حين مثولهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع وإذا كانت مفوضية الانتخابات قد قبلت ملف عسكري بثوبه المدني فإن خليفة حفطر ليس وحده الإسم الأبرز في القائمة المنشورة منهم الحليف في صورة رئيس مجلس النواب عقل صالح ومنهم الخصم السياسي أيضاً في صور عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق ورئيس الداخلية الليبي السابق فتح بشاغة وكذا رئيس حكومة الإنقاذ الوطني السابقة في طرابلس خليفة الغويل فضلاً عن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على ما يقال في قانونية ترشحه أسماء سياسية ثقيلة نجحت في تجاوز ما أخفقت فيه بدءاً شخصيات مستبعدة أخرى لعل أبرزها وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة في طبرق عبدالهاد الحويج ووزير الشؤون الاقتصادية بالحكومة ذاتها سلام الغويل وكذا رئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان فضلاً عن نوري أبو سهمين آخر رئيس للمؤتمر الوطني العام 73 مترشحاً أولياً للرئاسيات الليبية عدد على كبره قد يعطي الأمل برأي مراقبين في أن تكون الانتخابات المزمعة بعد نحو شهر محطة حقيقية لبداية خلاص ليبيا من فوضى تلاحقها على مضار عشرية كاملة